استاذة مونة من القليوبية تتفضل? اهلا وسلم حضرتك يا شيخ معلش انا هطول عليك ثانية بسيطة بس مزاي استاذة رنة ان شاء الله. لا استاذة رنة واعلا وسلم بيكوبي استاذة رنة تفضلي. اه دلوقتي انا عندي بنتي عندها استاشر سنة. اه البنت كل ما اجي احلم لها منام تاني يوم تنضرب. او تتسبب فعلقة ان هي لازم ان تنضرب فيها. ودايما يكون يوم جمعة. معلش بعد ازن حضرتك ومين اللي بيدربها? حد يعني ما زمان تعمل مشكلة والدها يدربها. اخوها يدربها. تمو ده حرام الاخوها يدربها على ابوها يدربها. انا اتهمتش او ما بتتريصي مع ابوها واخوها. مجايز 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 استاذة مونة البنت عندها فرط حركة. مفيش الكلام ده ده بالعكس ده عقلانية جدا. ده لما بتيجي تتكلم بتتكلم باسلوب عقلاني. بتتكلم باسلوب ان ما فيش اي ايه حاجة وبتتكلم باسلوب ان ان هي عقلة ووعية اللي هي بتتكلمه. طب فين، فين السؤال ضيب؟ فين السؤال؟ السؤال. انا عايزة اهرف اين بيصال لها ده. انا اقول لك. وشمانة يوم الجمعة. اقول لك تعمل لي ايه بقى. اقول لك تعمل لي ايه. يوم الجمعة عند الاولاد هو يوم السعادة يوم الفرح يوم موجودة الاسرة كلها. فالبنت عايزة تعمل شوه؟ عايزة تبقى موجودة في بوسط الاهل. فانا عايزك تعمل يوم الجمعة ايه خليها تعمل حاجة بتحبها وسقفول عليها البنت بنت زي ما بتقولي شخصية وبتحب وجودها احتمال البنت دي تكون بعد كده هيزة عايزة تكون تمارس الفن احتمال البنت دي تكون عايزة عندها قدرة على العرض فتطلع بعد كده مدربة وتطلع بعد كده معلمة او تطلع بعد كده استاذة او تطلع بعد كده مرشدة سياحية فخلي بال حضراتك دي مهارة عندها ممكن تكون انتو مش واخدين بالكم ان هي عايزة تملى المكان بهجة او تملى المكان حركة او تعمل اي حاجة فانتو بتعتبروها بتتمرد عليكم الامر التاني لو بتتمرد احلى حاجة في التمرد ان احنا نتعامل مع اولادنا بالسؤال مش بالضرب بالعكس انا مش موافق على الضرب ومش موافق على ان اخوة بالذات بالذات مع حرمة الضرب بالذات انا مش موافق ان اخوة يضربها مفيش حاجة كده مفيش حاجة كده في الدنيا خالص كلام ده لا يصح ولا يجوز فما نعملوش وانا بقول لحداك ادي فرصة لبنتكم وسقفوا لها الحاجات اللي بتعملها هتلاقي بنتكم تغيرت كتير جدا جدا جدا